السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم في الدرسنا جديد إذا كنت هو المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ذغب على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن بعض المهن في اللغة الإنجليزية من خلال جمل ونعرف على هذه المهنة بالتالي أستطيع أن أستخدم هذه المهن في اللغة الإنجليزية عند المحادثة أو الكتابة إذن هي تكون كوافيرة نحفظها لدينا كلمتين كلمة ها لدينا الدرس ونضيف إي آر هادرسة بمعنى كوافيرة هي تقص الشعر لاحظ دائما باللغة الإنجليزية حاول تستخدم إذن أشكال مختصرة شيز هي اختصار لشي أز يعني مو خطأ يعني تقول شي أز بس الأفضل نستخدم الإختصار شيز بدنا عن آي أضع عباستروفي بعدين أس تصبح شيز طبعا نعرف أز بمعنى يكون شيز آ هادرسة لاحظ وضعنا آ لا أصلا نقول شيز هادرسة إذن يجب أن أضع آ إذن نسمى الآ أداة تنكير كما نعلم لدينا أداتي تنكير عدنا الآ الآن الآن نستخدمها قبل الكلمات التي تبدأ بفول لتر حرف صوتي A-I-O-U-E كما قلنا دائما O-A-I-U-E مثل عدنا كلمة آن أبل إذن في حرف A عند إذن نستخدم آن لدينا في هذه الكلمة H عند إذن نستخدم آ she cuts hair هي تقص الشعر نلاحظ ضف للفعل S نسمى الآخر هذه third singular person S يعني S الشخص الثالث إذا كان بداية الجملة هي أو she أو at نضيف للفعل S هذه ليست استجمة إذن هذه الآخر نضيف للفعل في زمن present simple لا نستخدم أن نقول she cut hair يجب أن نضيف S she cuts hair إذن دائما الفعل بعد هي she is أو اسم مفرد يعني مثلا علي ماري ماري كات عند إذن الفعل نضيف له S كما قلنا نسميه S مفرد الغائب إذن she is a hairdresser هي كوافيرة أو مصفرة شعر she cuts hair he is an accountant he likes working with money إذن هو محاسب يعني هو يكون محاسب يعني هي اختصار لي he is كما قلنا نستخدم بشكل مختصر he is an accountant إذن هو محاسب لاحظوا استخدمنا أن لأن الكلمة تبدأ ب فولة الحرف صوتي he likes هو يحب working إذن العمل with money be النقود with مع أو be لاحظ accountant محاسب عندنا كلمة count count يعود لو وضعنا account إذن حساب مثل my account in the bank إذن حسابي في البنك وضعنا لها ant أصبحت accountant إذن محاسب إذن دائما أحاول الكلمات أحفظ بهذه الطريقة هي الأصل count وضعنا ac عند إذن ضفنا ant أصبحت الاسم أو المهنة لهذا الشخص mary is an ears mary تكون ممرضة لاحظ وضعنا a nurse she works in the village hospital لاحظ village قرية hospital مستشفى إذن هي تعمل في مشفى القرية دائما الجملة الإنجليزية بالأول يكون subject الفاعل بعدين عدنا verb الفعل كما قلنا إذا كان بدأت الجملة هي شيئة نضيف الفعل s نسمي اسم مفرد الغائب وهذه تكملتها جملة in في the hospital المشفى village القرية إذن مستشفى القرية mary is an nurse she works in the village hospital he is a pilot pilot طيار he is كما قلنا اختصار he is هو يكون لا نستطيع نقول he a pilot إذن خطأ يجب أيضا أن أضيف a he flies from Damascus airport إذن هو يطير من مطار دمشق 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 airport مطار كما نعلم air أيضا هو port منفذ أو ميناء airport تصبح مطار flies من الفعل fly ويدليت y حذفنا ال y واستبدلنا ب i وضفنا es أيضا هذه السل المفرد الغائب لماذا؟ لأنه بداية الجملة he he is a pilot he flies from Damascus airport she is an architect he designs buildings she is يعني هي تكون an architect architect مهندسة معمارية أو مهندس معماري لاحظ architect architect he designs إذن جيلات الفض لن نقول design design أيضا لدينا كلمة sign وضعنا قبلها design يصمم هذا كما قلنا اسم مفرد الغائب نضيف للفعل إذا كان يدعي الجملة هي شيئة أو اسم مفرد he designs هو يصمم الأبنية نعرف build build يبني building بناء buildings أبنية she's an architect he designs buildings he's a dentist he looks after people's teeth هو يكون a dentist طبيب اسنان dentist he looks after نعرف look ينظر لو وضعنا look at ينظر إلى look for يبحث عن لكن look after بمعنى يعتني be he looks after مع بعض نسميه phrasal verb إذن فعل عبارة فعل وحرف جار هو يعتني be teeth أسنان people's teeth أسنان الناس teeth طبعا جاي من كلمة tooth tooth sin إذا استبدلنا double o بwe تصبح أسنان لا نضع s tooth هذا خطأ tooth sin teeth أسنان هذا نسميها apostrophe s يعني s الملكية مثلا ali's car سيارة علي استبدلنا بدلا عن علي كلمة people ناس بدلا عن car teeth بدلا نقول ali's car سيارة علي تصبح people's teeth الحيب يرجع s الملكية تحدثنا عنها بفيديو بشكل مفصل he's a dentist he looks after people's teeth she's a journalist she writes news stories she's يعني هي تكون a journalist صحفية نحفظها journalist صحفية she writes يعني هي تكتب news stories قصص اخبارية طبعا story قصة قلبنا y الى i وضفنا es s الجمع story قصة stories قصص she writes news story اذا تكتب قصص اخبارية لاحظ الاس هذه من اصل الكلمة هذه اس الجمع وهذه اس المفرد الغاب نضيفها للفعل الفرق بين اس المفرد الغاب نضيفها للفعل واس الجمع نضيفها للاسم she is a journalist she writes news stories احمد a taxi driver يعني احمد يكون يعني احمد is a taxi driver driver سائق taxi اذا سيارة اجراء taxi driver اذا سائق taxi جاي من كلمة drive يقود فقط ضفن r اصبحت قائد او سائق he knows هو يعرف all جميع the streets شوارع of the city شوارع المدينة احمد a taxi driver he knows all the streets of the city هذه اس الجمع نحن نحن الكلمة من street من مفرد الى جمع من شارع الى شوارع هذه نسميها اس المفرد الغاب لانه بداية الجملة he he is a lawyer he works for a big company اذا هو محامي lawyer محامي he works for يعمل لي او لصالح a big company اذا شركة كبيرة he is a lawyer he works for a big company she is a receptionist she works in a hotel she is receptionist هي عاملة استقبال او موظفة استقبال she works هي تعمل in a hotel hotel بمعنى فندق she is a receptionist she works in a hotel بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن بعض المهان في اللغة الانجليزية من خلال الجمل وتعلمنا بعض المعاني والكلمات التي ممكن تزيد من مخزونك اللغوي في اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته